محل الإجمالي هو زايد الباين بر حتى في الخوي في المجلد في الأبيض زيادات فيه فتصل هنا بزيادة التكاليف وزيادة العلف والمنصرفات فالغالة واقعية ولاية الخرطوم طرحت عدة مراكز في محليات الولاية المختلفة للبيع بالوزن بواقع 88 جنيها للكيلو بزيادة نحو 35 جنيها للكيلو مقارنة بالعام الماضي وتهدف الخطوة إلى الحد من المغالاة في الأسعار وضمان التعامل المباشر بين المنتج والمواطن دون إتاحة الفرصة لتدخل الوسطى لدينا بهاين في ثلاثة مواقع موقع هنا في بوري وموقع في السجانة وموقع في مدرمان الكيلو الموجود بين 88 جنيه المتوسط بتاع البهيم الموجودة هنا يتراوح ما بين 39 أربعين لحد 50 كيلو ودي لو قارنتها بأسعار السلق بتلقى فيفرق شاسع جدا بيناتنا ووجدت خطوة البيع بالوزن ارتهاحا من قبل المواطنين الذين أشاروا إلى أن الاحتكام للوزن ضمان لحفظ حقوق المواطنين وتقييم حقيقي لسعر الأضحية دون مزايدة في الأسعار الوزن بديك أنت حقيقي الحقيقي يعني سوق أنت ممكن تاخد حاليا بسير كل شيء وقافه فحتة بتاعة الوزن حقيقي أنا يعني من السنة الفات الحتة الوزن التي قلتها مقارنة بالأسواق العادية أفضل نهمها من النايدة فإن تاخد حاليا بسير حاليا نظيفة وإضافة كده ذات الهتة بتاعة الجوطة بكل بسارة أنت بتشير حقيقي ودهل هنا بتضيير دول ده تكون حاليا بطريقة سلسة وبطريقة نظيفة أحسن من هذا وطالب مواطنون الدولة بضرورة فرض رقابة على الأسواق التي تشهد انفلاتا ملحوظا في الأسعار ووقف الرسوم المفروضة على ترحيل المواشم مناطق الانتاج بغية الحصول على الأضاح بأسعار معقولة نظرا للراهن الاقتصادي الذي يعيشه المواطن أمر العوض البشير الشروط الخرق